استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة حيث بحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة حيث عرض الرئيس السيسي مستجدات جهود مصر للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وشدد الرئيس السيسي على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها منوها إلى دور مصر في حجد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة وشدد الرئيس السيسي على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار موضحا أن الحلة الدائمة والعادلة للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية كما أكد الرئيس السيسي خطورة تسعي محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته لافتا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في بحر الأحمر ومضيق باب المندب وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم حيث أكد الرئيس السيسي أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية في المنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفاعلية مؤكدا دور مصر الداعم والمساندة للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار